انتهاكة يومية تمارسها الفصال الإرهابية تابعة للاحتلال التركي بحق السكان الأصليين في المناطق المحتلة شمالية سوريا بما فيها مدينة عفرين وريفها، واستغياء بأي نوع من المحاسبة. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن عناصر مما تسمى الشرطة المدنية التابعة للاحتلال التركي اختطفوا خلال الأيام القليلة الماضية مدنيا من أهالي قرية كفرزيت التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين. وعلى صعيد متصل، اعتدى عنصر من حركة أحرار الشام الإرهابية بالضرب المبرح على موظف يعمل ضمن مكتب حوالات في مدينة عفرين، وذلك لرفضه تسليم العنصر حوال مالية دون إبراز بطاقته الشخصية. إلى ذلك أكدت مصادر حقوقية أن ما تسمى شرطة العسكرية تابعة للاحتلال التركي عدت بالاشتراك مع فصيل الحمزة الإرهابي قائمة أسماء من أهالي عفرين لاختطافهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لتحصيل فدى مالية من ذويهم. وفي سياق متصل، أقدمت الفصائل الإرهابية تابعة للاحتلال التركي على تدمير وجرفة القصة المقداد الأثري بواسطة الآليات بحثاً عن الكنوز المدفونة واللقى الأثرية في ريف ناحية شران بريف عفرين. هذا وتعرضت مئات المواقع الأثرية في منطقة عفرين المحتلة للتخريب والتدمير على يد الفصائل الإرهابية أثناء بحثها عن الأثار لبيعها، حيث يأتي ذلك في إطار سياسة ممنهجة تتبعها بالتعاون مع الاحتلال التركي لتدمير تاريخ المنطقة.